دلوقتي نروح مع حضراتكم على الصحافة الرياضية هنروح للصحافة الرياضية ومقر اليوم السابع تحديدا ومراستنا العزيزة نورهان طمعا عشان نتابع معها أهم الأخبار يا نورهان صباح الفل عليك طبعا بنصبح لك يا أنا وكريم سمعينك فضال يا نورهان يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت يا نهواند من مقر جريدة اليوم السابع نتلاككم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ويمكن أول خبر معنا النهاردة من جريدة الرياضية السعودية عن فوز ليفربول أمس أمام تشيلسي طبعا زي ما احنا عارفين بركلات الترجيح وتحقيقه لكأس الاتحاد الإنجليزي خلينا نقول لكم أنه تقرير الرياضية السعودية صلت الدوء على يعني التريند أو زي ما بيقوله تريند سماب يعني كان بيشير إلى الأرقام المهمة اللي يعني حصل عليها التقرير أو أبرزها التقرير خلينا نقول لكم أنه بحسب تريند سماب في التقرير كانت تفاعل أكبر مع اشتاج اميرتس اف اي كاب اللي جمع 230 ألف تغريدة بينما كانت الكلمة الأكثر انتشارا هي تشيلسي وهو الأكثر ظهورا ب 460 ألف مرة أما بقى في الجانب يمكن طبعا الشخصي لتشيلسي فنشر الحساب الرسمي لتشيلسي صورة جماعية للفريق أثناء تسديد ركلات الجزاء وكتب عليها الحساب الرسمي قدمنا كل شيء نحن تشيلسي سنوت تاني خبر معنا من جريدة اليوم السابع والمحترفين المصريين اللي مشرفيننا في كل مكان تريزيجي النهاردة إن شاء الله هيقود بشاك شهير للحفاظ على المركز الرابع بالدوري التركي حسب عنوان اليوم السابع وقال التقرير في متنو أنه الدولي المصري محمود حزن تريزيجي يقود بشاك شهير لفريق النهاردة ساعة 6 أمام جيرسون سبور ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري التركي بشاك شهير المحترف ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجي طبعا لعب نادي الأهلي السابق بيحتل المركز الرابع برصيد 61 نقطة بينما يقع منافسه في المركز الـ 14 برصيد 44 نقطة ومن جريدة الشرق الأوسط منشستر سيتي يتطلع الوضع قدم على مناصة التطويق بلقب الدوري الإنجليزي سيضع منشستر سيتي اليوم يعني يده أو يده على لقب الدوري الإنجليزي اليوم حال فوزه على مضيفه واستهام فيه طبعا المرحلة الأخيرة قبل الأخيرة ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي كمان خلينا نقول أنه فوزه النهاردة هيسمح بتوسيع الفارغ بينه بالليفربول منشستر سيتي متصدر جدول المسابقة برصيد 89 نقطة وليفربول الوصيف حتى الآن برصيد 86 نقطة آخر خبر معانا من جريدة كورا سر تأخر برشلونة في حسم صفقة رافينيا تحدثت بعض التقارير الصحفية واللي نقلت عنها موقع كورا يمكن الأسباب حول تأخر الإعلان عن صفقة البرازيلي وانضمامه لفريق برشلونة في الأيام الماضية وقالت التقارير أنه الشروط تم وضعها فعلا في فبراير الماضي واللعب سيوقع على عقد خمس سنوات قادمة إلا أنه محادثات بين برشلونة وليتز يونايتد حتى الآن متوقفة احتراما لأن النادي الإنجليزي يصارع من أجل البقاء في جدول المسابقة دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع شكرا لكم جدا وعود إلى الستوديو تغطية أكثر من رأيك العادة نورهام نشكرك عليها جدا انتحياتنا لي الزملائك في اليوم السابع شكرا لك شكرا لكم